الخبر البعد كده يعني منتقى النادي الاهلي بيلعب دلوقتي بيواجه في تنس طولة بيواجه فريق قطر القطري المباراة صعبة جدا دلوقتي في المغرب فريقنا اللي قدر يوصل للمباراة النهائية عن طريق البحرين البحريني 3-2 كان ماتش صعب جدا 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 البطولة بتقام في مدينة اغادير لكن دلوقتي حالا زي وإحنا بنتكلم معاكو بنقابل قطر القطري المباراة صعبة لأن فريق قطر معاه لعيب من مصنفين عالميا وهو التامن عالميا ومباراة ماشية في اتجاه يعني نتمنى بإذن الله إن شاء الله يا رب يا رب نتمنى التوفيق لفريق النادي الاهلي في آخر شوطين أو تآخر 3 ماتشات نتمنى بإذن الله في الفاينال أن هو يقدر يفوز لكن المباراة صعبة جدا أتوقع عكس كده الفرق اللي شاركت في البطولة البحرين البحريني وقطر القطري في حيل الكويتي وصار البحريني والمفرق الأردني البطولة شارك فيها أربع لعبين أكيد عارفين شاركنا بأربع لعبين محمد البيلي ومحمد شمان شادي مجدي وسيد لاشين بعد استبعاد خالد عصر وعمر بدير من الوقعة اللي حصلت في مشكلة هناك في المغرب ورجعوا بيتم تحيي معهم في النادي الأهلي لإصدار قرار عن اللعبين اللي كانوا عملوا مشكلة هناك اشتركوا في القناة